تشكيلتان متوقعتان لمنتخب سوريا في مواجهة ميان مار غدا ضمن تصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا تحياتي يا أصدقائي يلي عم يحضر الفيديو بداية اضغط لايك اعجاب بهذه القناة وفعل زر الجرس ليوصل لك أكيد كل جديد غدا يا حبايب القلب في تمام الساعة العاشرة مساء من توقيت دمشق قلتقي منتخب سوريا منتخب ميان مار في تصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا منتخب سوريا بعد التعادل الصدمة التعادل الفضيحة في المباراة الأولى مع ميان مار هناك في ميان مار غدا في السعودية إن شاء الله طبعا يكون الفوز من نصيب سوريا كلام كبير بدي أحكي فيما يتعلق ببقاء كوبر من عدم بقاءه ما يتم الحديث فيه في الكواليس ساكن بداية رح نحكي أنا وياكم على التشكيلتان هذه المرة أو على التشكيلتين المتوقعتين لمنتخب سوريا في مواجهة منتخب ميان مار التشكيلة الأولى اللي رح أولى هي اعتماد هكتر كوبر على نفس الطريقة يعني إذا ما اعتمد هكتر كوبر على نفس الطريقة يلي شفناها في طيدة مبارياته مع المنتخب الوطني في حراسة المرمى أحمد مدنية في خط الدفاع أيهم أوسو وأيضا ثائر كروما على اليمين عبد الرحمن ويس على اليسار مؤيد عجان خطي الوسط إذاكيل أو خط الوسط إذاكيل العم وخليل إليس أمام اللاعب خليل إليس حيلعب بنجمنا محمود داهود لأول مرة على الجهة اليمنى داليهو أو دالة على اليسار إبراهيم هيسار وعلى اللاعب رقم 9 والمهاجم هو عمر خريبين هاي الخطة هي 4-4-2 حيلعب بلاعب رقم 10 وصانع إلعابه محمود داهود أمامه عمر خريبين هاي الخطة الأولى إذا ما أراد هكتر كوبر الحفاظ على شكل المنتخب مثل ما بيحبه يعني الطريقة الدفاعية والهجمات المرتدة ولأنه محمود داهود ما بيدافع فهيلعب في رقم 10 ماهيلعب في لاعب متوسط ميداني يعني حيكون بلايميكر إلى الأمام صانع لعب محمود داهود التشكيل الثاني إذا ما أراد تغييره هون نشوف هكتر كوبر هل سوف يحول الخطة هل سيغير أفكاره تقاليده فلسفته في إدارة مباريات منتخبنا الوطني الخطة الثانية التي يعني أعتقد أنه حيلعب فيها إذا ما استمر على طريقته هذه هي أربعة ثلاثة ثلاثة في حراسة مرمى مدنية أوسو ثائر كروما على اليسار عجان على اليمين عبد الرحمن ويس في خط الوسط ثلاثة اللي هني إذا كان العم خليل إلياس ومحمود داهود سيلعب على اليمين داليهو أو دالة على اليسار إبراهيم يسار ورئيس حربي عمر خريبين هلأ أنت عم تسألني أنه بالتشكيلتين الأول وحدة أربعة أربعة ثلاثة وهي العناصر متوقعة لأربعة ثلاثة ثلاثة وهي العناصر متوقعة بالتشكيلتين عم تقلي طيب ما شفنا علاء الدالي أنا أعتقد أنه هو يعني غير مقتنع بعلاء الدالي ما عم بلعب فيه أساسي يعني هلأ حتى بإصابة مرديك مرديكيان وعودة عمر خريبين الفريق أعتقد أنه عمر خريبين حيلعب رأس الحربة أو المهاجم الصريح لمنتخب سوريا لأنه محمود داهود يعني عنده خواص هجومية وما حيلعب بخواص ما حيدافع كثير وبالتالي مشان ما يخسر العنصر المدافع اللي بيحبه الكفر فهيلعب فيه خلف عمر خريبين هدف مما يتعلق بالتشكيلتين المتوقعتين لمنتخب سوريا الشق الثاني اللي بدي أحكي فيه يتم الحديث طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي تحت الطاولة بالغرف المغلقة أنه هذه هي المباراة الفاصلة لهكتور كوبر يعني هاي آخر مباراة لهكتور كوبر مع منتخب سوريا في حال لا سمح الله كانت نتيجة غير مرضية يعني غير الفوز والأداء والنتيجة حيكون على ما يبدو أنه هناك بتوجه لإقالة هكتور كوبر من تدريب منتخب سوريا طب نقرأ نحن شوي من تصريحات السيد عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد الكرة كان مجتمع بالمنتخب كلنا شفنا الكلام اللي حكاها قال طبعا الشي اللي صار هو فشل وأننا نتحمل مسؤولية وأنا واللاعبين واوا هكتور كوبر واقف هيك عامل هيك مبوزم يعني مو عاجبوا الكلام اللي عم بحكي عبد الرحمن الخطيب وهذا اللي حكاها على العلن قدام اللاعبين قدام كذا قال الكل يتحمى المسؤولين من الاتحاد إلى أصغر واحد في التجهيزات من هذا الكلام اللي بنسمعه نحن أنه عندما تصل الأمور أن يتحدث نائب رئيس الاتحاد هو المسؤول الأول فينا نقول عن ملف اللاعبين أصحاب الأصول السورية وله اليد الكبرى في منتخب سوريا بهذا الكلام أمام اللاعبين وأمام المدرب فهو أكيد تجاوز الخطوط يلي كان مرسومة أنه نحن على الإعلام ما بصير نحكي شي نحن تحت الطاولة أو بالغرف نحكي اللي بدك ياه بس أمام وسائل الإعلام أو أمام العلن كما ظهر على صفحة رسمية في اتحاد السوري لكروت قدم لا يمكن الحديث بهكذا كلام عندما وصلنا إلى هذه المرحلة عندما نسمع هذا الكلام من مسؤول في اتحاد كروت قدم أمام هكتور كوبر أمام محمود فايز أمام عصام الحضرة أمام هذا الكادر نحن ندرك تماماً يعني هنا تستطيع أن تستقرق كمتابع لكل خدمة السورية أنه ربما نصل أو وصلنا إلى مرحلة ما بعد كوبر أو البحث عن مدربين بتم الكلام أيضاً أنه بدأ الاتحاد بدراسة بعض الصيفيات الموجودة للمدربين على كل حال هذا الكلام مبكر عليه لكن أنا أنقل إليكم ما يمكن أن تستشفيه من عمل اتحاد الكرة مع المدرب الوطني ومنتخبنا الوطني أكيد نتمنى التوفيق لمنتخب سوريا غداً في مواجهة الميانمار مفروض نربح على ميانمار وأداءه نتيجة ولن يرضى الشارع الرياضي السوري إلا بالأداء والنتيجة في مواجهة فريق ترتيبه 163 على العالم ليس لديه أي موقع على الخارطة العالمية سوى أنه تعادل مع منتخب سوريا وأشد المتفائلين في ميانمار أكيد لم يكنوا يتوقع أن تشترى التعادل لكن تعادل ميانمار طمعوا الشباب لسيما أنه يعني منتخب ميانمار إذا ما حقق خراتيجية إيجابية ممكن يعني يصير له شوية أمل بسيط فينا ولكن يعني صار في عنده شوية روح إيجابية منتخب الميانمار مثل ما قلت لكم في الفيديو الماضي أنه سوف تترجح نتيجة اليابان وكوريج الشمالية إلى خسارة كوريج الشمالية قانونا بثلاثية دون مقابل هذا الشي صار ولم يتم إلغاء مباريات كوريج الشمالية كمان مثل ما قلت لكم في الفيديو السابق أصدقائي بدي أرأيكم فيما يتعلق بالتوقعات لتشكيله التبوذي التشكيله أيهما أصحى التشكيله الأولى اللي إلتا والتاني أيضا في متعلق باستمرار وبقاء كوبر بعد مباراة ميانمار وكل توفيق لنسور قاسيون وأهم شي لحتى يوصلكم كل جديد عميل سبسكرايب القناة وفعل زر الجرس باي باي ترجمة نانسي قنقر